اشتركوا في القناة نادي الزمالك ومنتخب مصر لكورت السلة السابق عدو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق من سنة 76 وكيد نادي الزمالك السابق من 97 الى 2001 نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق المدير الفني للمنتخبات القومية المصرية ونادي الزمالك ومنتخب الإمارات العسكري ونادي الوصل الإماراتي ونادي أحد السعودي والقادسية الكويتي ضفنا النهاردة حصل على أحسن لعب كرة سالة في مصر مرتين وحصل على ضمن أحسن عشر رياضيين في الألعاب المختلفة كان معاه كابتن إسماعين الشفعي وكابتن علي أبو جريشة وصحر منصور وعزم مجاهد وبكر سليم وناجي أسعد ضفنا وضفكم النهاردة كابتن إسماعين السليم أهلا كابتن إسماعين أهلا بك يا فاند أهلا أستاذ شريف وأهلا بالصحة والجمال وربنا يجعلها دايما كده صحة وجمال باستمرار إن شاء الله إن شاء الله نشكرك على المقدمة الحلوة دي حازك تستاهل كل خير ربنا يبارك فيك طيب هنبتدي حلقتنا النهاردة وعايزين نعرف بدايتك في كورة السلة بدأت إزاي أولا الحمد لله رب العالمين أنا من عائلة سلوية يعني نشأت في فقوس شرقية عن أب يعني ما شاء الله ملوش في الرياضة خالص إنما له في إن ولاده يبقوا أحسن ناس ففعلا ابتدى إن ولاده إحنا ما شاء الله ستة إخوان وأربع بنات الستة كلهم لعبوا سلة والستة كلهم لعبوا بقرة قدم والستة كلهم كانوا نجوم في السلة فالوالد بنظرته قال لازم الولاد دول ما يفضلوش في فقوس يروحوا القاهرة يتعلموا في القاهرة فكان اللي هو مصطفى ستيم أخويا الأكبر مننا على طول أول واحد سافر القاهرة وسافر اتعلم فيه كلية فيكتوريا كوليج في القاهرة وبعدين بعديه أخويا الكبير اللي هو حسن سليم سافر بعديه بسنة لمدرسة القديسة في المرنية في الظاهر أنا بقى كنت موجود وكل يوم مع والدي وصر بقى هم يسافروا وأنا لأ قال إيه لازم أسافر ولازم أروح ومش قال لي تجيب الأول السنة جاء تسافر وفعلا ربنا كرمني وجبت الأول وصفرني فعلا السنة اللي بعديها مدرسة قديسة في المرنية مدرسة قديسة في المرنية دي تشتهر بكرة سلة كان عندها ملعبين وفيها فرق كرة سلة بس فابتدينا نحن صغيرين كلنا نلعب سلة كان حسن أخويا الكبير ابتدي يلعب سلة ابتدي يشتير ابتديت أنا أقلده أخوهم اللي هو مصطفى جي من فيكتوريا نضم للحزب بتاعنا في المرنية ورانا جي اللي هو بكر سليم للمرنية برضو ونضم معنا في المرنية وبعد كده ابتدينا نلعب في المدرسة زمان كنا بنلعب لو تفتكر كان كرة الخدم بتلعب بايه بكرة جلد كده صغير احنا كنا بنلعب سلة واحنا صغيرين بالكرة دي وابتدوا يعلمونا ازاي سلة كان فيه موجود في أياميها أستاذ بيدينا الفرنساوي وهو المسؤول عن كرة السلة في المدرسة والنادي فابتدى يكون فرق من اين كان يجيب الفرق الكبيرة اللي عنده بيلعبوا سلة كان منهم حسن أخويا كل واحد يقوله انت مسؤول تعمل فريق سلة من الصغيرين دون فبعد ما بتخلص المدرسة كان ياخدونا كل واحد انا كنت في فرقة الكابتن بتاعك كان اسمه فرنسوال ياس كان من احسن لعبة الارتكاس في مصر في الوقت ده فكنا بنتمرن على ايديهم وابتدنا نكبر بقى وابتدنا نخش في المرحلة اللي هي ننقل من المدرسة لنادي المارونية فمثلنا نادي المارونية من الكلام ده الغيس سنة من ستة وخمسين لاتنين وستين دين وستين تلاتة وستين ابتدنا نخش الجامعة وابتدنا تلعب في النادي انا واللي هو مصطفى سليم وكان الكابتن حسن سليم اخويا كبير سفر اسكندرية فلعب في انديت اسكندرية وبعدين اجيه اللي هو بكر سليم والكابتن طرق سليم واخويا اللي هو لعب سلة بس اتجه لكرت القدم ولكرت اليد سروا تسليم فالستة كانوا رياضيين رغم ان الوالد ملوش في الرياضة انما كان بقى يجي يتفرج علينا وقلونا شد حيلا كنت ليه متأخر احنا مشين في الصف عادي كده فعاوزنا احنا نبقى في نسبة في اول الناس فدي البداية النقلة اللي جات لنا بقى ان احنا نروح الزمالك ازاي لها قصة برضو كان عندنا الاستاذ ناصر سليم كان استاذ اللغة ده جميله على ناس كتير جدا وكان زمالكاوي فظيئ جدا وكان الصحافة الرياضية زمان كانت تلاتة الاستاذ ناجيب المستكاوي الاستاذ ناصر سليم الاستاذ ابن جيد نعمان دول اللي كانوا وكانوا يعني يوم ما يطلع لك سطر في الاخبار ولا يوبا مش ممكن يعني فعلا ان دهار ده ما شاء الله الميديا والكلام ده كله فهو كان وراء السبب في ان احنا نروح نادي الزمالك انه كان زمالكاوي جدا وكان نادي الزمالك كان عنده باسكت جامد جدا جدا من ايام حضرباش ايام حضرباش جاب احسن فرقة في مصر لعبها في الزمالك البرتادرس حسين منتصر يوسف ابو اوف متحة باهجات متحة يوسف الرشيلي فرق المنتخب مصر خادهم بقى لانه كان اياميها هو وزير الحربية هو وزير السجون يعني كانت السجون تتبع له ودول كانوا كلهم بوليس في السجون فاخدهم وحطوهم في الزمالك بعد الثورة ما قامت ومش عارف ايه خدهم ودهم ايه القوات المسلحة لما راح القوات المسلحة ابتدت الرياضة كانت في القوات المسلحة فابتدى الجمهور مش عاوز بقى القوات المسلحة تكسب الانديا الاهل والزمالي فابتدى يحصل طرش قال لك لا ايه بقى ده الرياضة عن ايه عن القوات المسلحة فالفرقة دي كلها راحت الجزيرة لعب الزمالك بعد كده وطلع بقى مجموعة كويسة جدا من اللاعبين كان عدل شرف سيبو و سيبو ده كان من اللاعب الكويسة قوي قوي أرماني الجنسية وهاجر لكندا وتحسين عثمان وحلم إبراهيم ودومة وحنف أبو طالب وأحمد أبو طالب ومجموعة كبيرة ونبيل مرسي ونبيل الصناطيلي مجموعة جيل عظيم ابتدوا لعابه نبيل اسماعيل اللواء نبيل اسماعيل ربنا يدي له العمر كان برضو هو و سيبوه كده يعني وكانوا يعرفوا بعض من المدرجات زمالكوية في ملعب الكورة فلعبوا في الزمالك بسك الجيل ده بعد 62 ابتدى يبعد عن الزمالك اللي راح الجزيرة راح عدل شرف راح الجزيرة وطلع التوفيق كان في الزمالك برضو راح الجزيرة دول نجوم وكابتل تحسين راح الشرطة وحسنين عمران والله يرحمه فهم حسين مجموعة كبيرة راح الشرطة فبقت زمالك صفة بقى في الحتة دي ففكروا في 64 انهم يعيدوا مجد الزمالك في كرة السل خد المسؤولية دي الاساس نصف سليم والكابتل عدل شرف انهم يعيدوا فرقة كرة السل فكان كل 4 سنين فيه موسم استقالات فإحنا كنا من المجموعة اللي تم الاختيار انها تنضم للزمالك انضم بقى رجع عدل شرف ورجع طلع الجنيدي وجه عدل عفتاح من هلليدو وجه محمد الجندي من طلعة حرب ومصطفى سليب واسمعين سليم من المارونية ممدوح موسى من هلليدو ويندربوس من السودان عملنا فرقة فاروق بغدادي نجم مصر ده ما شاء الله من السويس كان في الاهلي جيبنا من الاهلي وبقى عند نادي الزمالك فرقة بتعيد امجاد نادي الزمالك من جهة ومن هنا ابتدى بقى المشوار مع نادي الزمالك وابتدنا احنا بقى الاسليم ابتدت تتعرف بايه في كرة السلة بقى كرة السلة يقول لك الاسليم كرة القدم يقولوا الاسليم بس الاهلي طبعا الكابتن صالح سليم ده بصراحة مش اسطورة اتعلمنا منه حاجات كتيرة جدا اتعلمنا منه دي مصر كلها اتعلمت منه انا بكلمك بمنتهى الامانة والكابتن عبلوهاب سليم والكابتن طارق سليم فكان يجي ده ان يحصل خلط انت قريب صالح سليم ولا اقول لهم لا احنا الاسليم باسكتبول زمالي هما السليم فوتبول الاهلي ربنا كرمنا طبعا النجوم كبيرة جدا وربنا كرمنا ان احنا برضو عملنا شيء حلو قوي انا عشان اروح الزمالي كان في قصة طب عايزين ايه طلباتكو ايه طلبتنا ان فرقة كرة القدم طب نستازن حضرتك معنا اتصال الكابتن محمود معروف انا يا كابتن محمود تاريخ اهلا يا دكتور اسماعين ازاي حضرتك ازايك يا حبيبي وحشني ازاي الناس الجميلة اللي عندك في الستوديو الجميل والله معنى بنقول الصحة والجمال ومحمود معروف محمود بص اعزو اقول محمود ومعروف شفت الاتنين بقى ماشا الله يعني الله يخلينا ربنا يبارك فيه اول يا تاريخ اول يا تاريخ اتفاضل يا كابتن محمود ربنا خليك ربنا خليك معاك حبيبك اللي كابتن اسماعين نورنا يا كابتن محمود وسعداء بصمع صوتك وسعداء بزملتك من الستنيات والله دا شرف لي كبير يا دكتور اسماعين والله ربنا يكرمك انت والاستاذ ناصف سليم كنت عاملين شغل في جامورية وبعد كده انت اللي مساكت بقى الكرة والملاعب وابتديت بالكرة والملاعب عملت لنا طفرة رياضية وكانت اعتقد اول جريدة رياضية السيد محمود يعني ما كانتش اول جريدة رياضية لكن كانت اعلى جريدة رياضية توزيعا لا متخصصة في الرياضة بس دا بقصد كان فيه حاجة تانية متخصصة في الرياضة غيرها؟ كان فيه الاهرام الرياضي وكان فيه اخبار الرياضة دا قابليها ولا بعديها دول كان فيه التعاون الرياضي بتاع الله رحمه وسعمة المنشيلين بس كله الملاعب دي كان بتوزع ارقام الفلكية كان بتتفوق في التوزيع على صحف يومية قومية مع خاصة يعني الحمد لله ما شاء الله عليه الله يخليك يا بكتور ما شاء يا كابتن محمود شكريني على مدخنة حضرتك وانا حتاة بعود الوقت ننقل على ماشي الزمالك ما شاء الله ما شاء الله يا كابتن كم من يا كابتن قلنا عايزين ايه؟ ايه طلباتكو يا جماعة؟ طلبتنا فرقة الزمالك لكرة القدم الفريق الاول والكابتن حلمي يجي فاووس يلعبوا ماتش في مركز شباب فاووس كان زمان عندنا بنسميها الساحة الشعبية ايه بجمال عبدالناصر فكانت اسميها الساحة الشعبية بفاووس كان رئيس مجلس الادارة جزختي فاحنا طلبنا من زمالك يجي يعمل مباراة ما عندكش فكرة البلد والقرى والحوالينا واللي هنا واللي هنا حدث تاريخ فلسي والناس تيجي طبعا ما كانش لا فيه تلفزيون ولا فيه فكله بيجي يتفرج يشوف وبالنسبة لهم لأيك زمالك حاجة يعني يقول لك حاجة حدث حدث في الوقت ده كلام ده 64-65 في نفس السنة عملنا دورة بطولة في الفاووس اسمها بطولة فاووس الدولية او دورة فاووس لكرة السل عزمنا في مين؟ عزمنا نادي طلعة حرب وعزمنا نادي التوفقية ونادي الشرطة ومنتخب الشرقية بقيادة كابتن عادل شرف كان معنا هو من الزعزي وبلدياتنا كان هو كابتن فرقة وكابتن فاووس في الوقت ده وكان معايا اللي هو مصطفى سليم الله يرحمه اخويا واللي هو حسن سليم برضو اخويا والكابتن رفعة عوض والكابتن سيد محمد السيد دول كانوا مجنوعة عملنا فرقة في فاووس فمش عاوز اقول لك النجوع جمع احنا عملنا كرة سلة البرد على شجرة هنا وبرد هنا وملعب وجاد بقى المحافظ وجيه مش عارف مين ووالدي بقى ما كان سلوه في الرياضة جهه يهلل كان مبسوط طبعا مبسوط جدا البطولة دي فاووس كسبتها وقاعدهم عندنا يومين تلاتة البطولة شغالة يوميا والناس دي جي تتفرج طلعت مين بقى البطولة دي لمصر طلعت الكابتن حمد عثمان والكابتن طرق سليم والكابتن بكر سليم دول لي ابو منتخب مصر كابتن عصام عبد الحمين الكابتن محمود النمر الكابتن موسى البطران الكابتن عبد منعم البطران طلعت جيل اتفرج علينا بقى يمارس في الساحة في فاووس واتنقلوا للسانوية الرياضية ايام ما كان فيه سانوية رياضية وبقوا نجوم في السانوية الرياضية وبقوا نجوم في نادي الزمالك اللي انا بقول لك عليهم دول كل اسم من اللي قلتلك عليه ده وصل انه كابتن مصر مش كابتن الزمالك بس وكابتن مصر طبعا ولعبنا بقى كأسرة ألا سليم امتداد بقى كملنا بقى انا كملت بعد ما خلصت واعتزلت لان انا لعبت بعد كده دورتين اولمبيتين ما انا لسه كان السؤال الجاي بقى عايزين البطولات اللي حدوتك حصلت عليها واسناء لعبك في نادي الزمال في الكلام ده بقى ان انا بقول ليه كده بتمنى ان اللي احتعمل ده 64 يعني النهاردة بقى له كم سنة يعني حوالي 50 سنة ان احنا نعمل نفس الكلام دلوقتي والمنشآت الرياضية النهاردة في كل المناطق كبرت ووسعت والولاد اللي بتمارس النهاردة بقى اكتر بكتير كتير طبعا نعم والمواهب موجودة بس مين اللي ايه يمسك ايدها عشان تطلع مش انا بتكلم في السلة في السلة والطائرة واليد والقدم والتنس وكل الالعاب لان النهاردة ما شاء الله وزارة الشباب والرياضة عمل الطفرة في المنشآت الرياضية في مصر واخرها يعني بنتفرج على الاستاذ القاهرة مفخرة طبعا مفخرة على مستوى العالم على مستوى العالم اه يعني وبعدين له اسم وتاريخ ايه من ايام ما انشئ ايام زعيم جمال عبد المصر في مدينة مصر ايه وانشئ عشان كان في بطولة اسمها الجانيفيو بطولة كانت العدم للنحياز الدول عدم للنحياز كانت بتعملها كانت تحتيجة في مصر وبعد مرداش التوني الله يرحمه كان عضوة بارس جدا في الحاجة دي انا بقول المنشآت موجودة وال اللاعب موجود والمدرب عاوزين نسقله شوية موجود والحاكم عاوزين نسقله شوية موجود لو اجتمعت الكلام ده في الالعاب المختلفة انا مش بتكلم على لاعب ام ايانا بنعمل طفرة اللي انت عاوز ايه عاوز قاعدة كبيرة جدا تختار منها وتنتقي الايه المواهب اللي هي ترفع المستوى ايه المنتخبات القومية اه فده انا بناشد ان يتعمل حاجات زيديا وتنتشر في الرياضة خاصة ان الرياضة في المدارس زمان ايامنا احنا كان في ملاعب جوه المدرسة طبعا احنا انا فاكر مدرسة فاوس السنوية كانت كل مركز في مصر كان في مدرسة زيها ايه كان فيها ملعب كرة قدم قانوني وفيها صالة مغطاة وفيها ملاكمة وفيها تنس وفيها سلاح وفيها جنباز مدرسة سنوية وفيه غرفة موسيقى وغرفة اه حاجات يعني يعني النهاردة بنفتقد الملاعب انما الملاعب توجد فين توجد بقى في مراكز الشباب فلازم ندمج ايه الرياضة المدرسية مع الشباب والرياضة باستخدام المنشآت بتاعتها يعني انا بتكلم بمناسبة ازاي طلعنا من فقوس لانه شاف ناس وتعلم والناس دي وصلت للمستوى اللي احدى بتكلم فيه ده فدي مرحلة يعني الواحد ملسهاش طبعا بعد كده دخلت كوليس الصيدلة وبعدين دخلت منتخب مصر بقى ومشيت المسيرة السؤال اللي جاي يا دكتور عن كمية البطولات اللي حدرتك انا عارف ان حضرتك حصلت على بطولات كتيرة جدا انا اثناء لعبك لنادي الزمالك ولمنتخب مصر فعايزين حضرتك تحكي لنا شوي عن البطولات اللي حصلت والله ايه هو في بطولات كتيرة جدا يعني انا مش فاكر كم بطولة اه في افريقيا بس خدنا 3-4 بطولات في افريقيا اه وخدنا اول بطولة عربية في العراق ودي لها قصة كده اه نتكلم فيها برضو وخدنا اشتركنا فيه على مستوى اوروبا اه اندية ومنتخبات زمان مصر كانت بتشارك في بطولة اوروبا للاندية وللمنتخبات في كرسل اه احنا حضرنا الفترة دي ولعبنا في بطولة اوروبا مع فرق الاوروبية منتخبات ولا اندية لاتنين يعني زمانك لعب في بطولة اوروبا ايوه وانا لعبت وانا لعب في بطولة اوروبا واللي اجال اللي بعدي اللي هو باكر سليم يعني الا سليم ايوه وطرق سليم وعصام عبد الحميد وحمد سعودي وحمد عثمان ومجموعات كبيرة ولعبنا برضو منتخبات الفرق في اوروبا طب حتيجي تقولي طب ايه اللي حصل ماكملناش سبب يعني اسرائيل لما كانت موجودة جات تلعب في اسيا اسيا رفضت اسيا طبعا بالتكتل العربي رفضت ان اسرائيل تخش فين في اي بطولات تقام في اسيا تقام في اسيا طب نستاذ ان حضرتك معنا مكالمة تلفونية ايوه سيد احمد هلو هلو اه يا فندم ايوه يا سيد السلام عليكم عليكم السلام منورين الدنيا يا فندم والدكتور منور الشاش الله يخليك يا سيد احمد وانا يا فندم من جنة وبشجع ندي الزمالك يا جناوي ان شاء الله كده الزمالك يكسب اثنين سبب يا رب ان شاء الله يا رب ربنا اسمع منك احنا عازيك جول بس والاهلي يكسب بكرا ان شاء الله بردو ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك يا احمد شكرا لك يا حمد شكرا لك احمد شكرا لك شكرا لك شكرا لك فضلك لك هلو كده نقول ايوه على اسرائيل واسيا فجأت اسرائيل بتشتكل مين للاتحادات الدولية يا جماعة أنا جاي ألعب في الاتحاد الاسياوي زي ما مصر بتلعب في أفريقيا قالوا لي لا مش هتلعبه وتكتل انك مش هتلعب فالاتحادات الدولية عشان تحل المشكلة عملتها قالت والله تلعب مع أوروبا والبلاد العربية اللي كانت بتلعب مع أوروبا هي بتلعب في القرارات بتاعتها يبقى احنا كده عملنا ايه فاصلة يعني أنا بتكلم ليه ما كملتش مصر في بطولة أوروبا اللي كنا بتلعب فيها الزمان نتيجة موضوع اسرائيل ده فالنهاردة اسرائيل بيشارك في ايه بطولة أوروبا في جميع الألعاب في القدم وفي السلف كلها والنهاردة برضو توركيا بتشارك في بطولة أوروبا يعني أنا بقصد حل الموضوع جه على ايه ان احنا اه لا انت بقى عندك بطولة أفريقيا ما لكش دعو بقى في بطولة أوروبا نلعب بقى في بطولة أفريقيا أسيا تلعب في بطولة أسيا فده السبب عشان ناس كتير بتسأل اللي كنت تتعب في بطولة أوروبا طب ايه اللي حصل ايه اللي ما خليناش نكمل بس الزمالك له تاريخ كبير في أوروبا مع ريال مدريد ومع رومانيا ومع بلغاريا ومع بلاد كتيرة جدا واليونان كانت نروح نلعب بينك وهما يجي لعبوا هنا ماتش زهب وماتش عاو وما كنا بنلعب في بطولة أوروبا للدول كنا بنلعب تجمع مثلا مجموعة بتلعب في توركيا مصر وتوركيا وبلغاريا مجموعة تانية بتلعب مثلا اليونان واسبانيا بيصفوا مع بعض وياخدوا الاول والتاني من كل مجموعة ويلعبوا يعني بقصد الزمالك مش دولي الزمالك علامة يعني بصراح نفس الكلام عملنا فيه في الزمالك والدول الأفريقية في السن مستاذ من حضرتك معنا مدخلة فضل الأستاذ سعيد الشناو من القارة أهلا الأستاذ سعيد الأمساء الخير نجمينا الجميل والرائع الأستاذ شريف إزاي حضرتك أهلا بيك إزاي حضرتك أديني فرصة كده أرحب بالقامة الكبيرة والتاريخ العظيم والنجم الجميل اللي يعرفه القاسي والداني ربنا أمارك الخمسينات لكن أعرف أهل سليم ونجوم أهل سليم الأشطر وأروع والدينمو اللي كان لقب بالدينمو في كواتيل للنادي من تتة وتعين لألفين واحد نادي الزمالك الجميل أهل سليم ولكن سؤالي المحوري تاريخ حضرتك الكل يعرفوا حتى القاسي والداني يعرفوا ربنا برسي سؤالي المحوري بس لأستاذنا وتاريخنا ورمز وجمال لدي الزمالك كلها أنا ده بدخل لدي الزمالك كتير ولا استعدوا عن فيه وإنستاذ شريف حبيبي وأخوي وصديق شخص واعتذبين ولكن سؤالي المحوري كابتن الجميل أين ظهور وورود ونجوم وألماضات وكريستالات وتاريخ نادي الزمالك من نادي الزمالك الحالي لو هتعملني نادي الزمالك النهاردة هدخل على إيه جنة ولكن لا يوجد فيه هؤلاء النجوم الكبار أمثال آل سليم وأمثال أنتو تاريخكم معروف والتاريخ بتاعكم من 96 ل2001 معروف قصة طويلة نحكي فيها ولكن أنا اعتبرني مشجع زمالكاوي أنا لا أشعر بجمال النادي الزمالك في غياب قامات ونجوم النادي الزمالك أرجو أن يترك كابتن الجميل تاريخه جانبا في جميع مصر تعلم تاريخه وتاريخ أل سليم أرجو أن يتعمق معي كزمالكاوي وكمشجع زمالكاوي عاوز أدخل النادي مش عايز أشوف جنة عايز أشوف الروح الجميلة اللي عاشقناها من 50 سنة في نادي الزمالك أنا كزمالكاوي أنا أستقد لهذه ما أحترام الكل وبعدين أنا لا أتكلمش حضرتك على أني فلان رئيس مجلس الزمالك أنا أتكلم على كيان نادي الزمالك ككيان ككيان وليس تهدارات وتحيات لحضرتك الدينمو الكبير والعظيم والتائه شكرا يا وسيد سعيد شكرا يا وسيد سعيد أنا أخص لك بس الموضوع في كلمة واحدة يا سيد سعيد كلامك كله ما شاء الله يعني وإحنا بنتمنى كلنا أن نبقى رجل واحد لخدمة نادي الزمالك بغض النظر عن مناصب إنما هذه الدرر وهذه القابات لازم تمدي إيديها وتبقى لها بصمة جوة نادي بإذن الله مع أي حد موجود وده يبقى سياسة على كل الناس سواء اللي جه أو اللي راح بس أنا عاوز أقول لك على حاجة هنا في شيء لازم نحترمه جميعا وهي الجماعية العمومية صح ما تفرزه الجماعية العمومية لا بد إن احنا نحترم هذا الكلام وأنا من النوع ده طالما الجماعية العمومية اختارت مجلس إدارة واختارت ناس تمثلها في فترة معينة لازم إعنا نتيح الفرصة لهم إنهم يعملوا طالما هي الجماعية العمومية اللي اختارتهم وإعنا مش هنفرض نفسنا لا على الإدارة ولا على الجماعية العمومية فهو اختيار حر وهي دي الديمقراطية وقت ما يحصل إن الجماعية العمومية تختار يا أستاذ سعيد زي ما سيادتك بضل الرموز والقامات والكلام ده حتلاقينا موجودين برضو وبنفتح إيدينا وأنا على فكرة فاتح إيدي برضو للمجلس الموجود لأن المجلس الموجود برضو زي ما انت قل الناس محترمة وعملت انشاءات وطفرة انشائية وطفرة بطولات يعني القصة إن احنا زي ما انت بتقول النادي مهواش إن كنت بتعمل انشاءات لا النادي أسرة النادي عيلة ولها جزور ولازم الجزور دي تفضل تنمو تنمو بكل اللي بيجي ويروي الشجرة يعني احنا كلنا بنيجي نروي الشجرة الزمالك سواء مشجعين أو إداريين أو لاعبين همنا الأساسي إن الشجرة اللي اسمها الزمالك هي دي اللي تنمو وتكبر وتتراعرع كده وتضلل علينا كلنا وحييجي الوقت إن شاء الله قريب برضو ويمكن برضو قناة الزمالك الجديدة تضيف عمق اجتماعي للمجموعات اللي انت بتقول عليها دي يا أستاذ سعيد وأنا سعيد بيك وسعيد بالترعيب اللي انت بتقول علي وعلى أهل سليم بس انت زمالكاوي قديم كابتن اسمعين هنسيب بقى الأسرة الكبيرة أسرة أهل سليم ونشوف الأسرة الصغيرة بتاع حضرتك عادي انت تكلمنا شوي عن حياتك الشخصية والله نحياتي الشخصية يعني في المدرسة المورنية طلعت كوليس صيدلة اه تخرجت من كوليس صيدلة سنة 68 بعد النكزة وهو بعدين اتعينت بشركة سيب للأدوية يا صيدلي والناس رحبت بي جدا جدا في الوقت ده والوقت ده كان القطاع العام هو المسيطر على كل مفاصل الدولة فالحمد لله توفقت ان انا كنت في الشركة جت كانت ناكسة 67 دخل بقى كان اللي هو مصطفى سليم في كلها الحربية قبل ناكسة 67 وتخرج من كوليتا انت شامس مهندس ودخل خدم في القوات المسلحة كلها الحربية وطلع ملازم اول مهندس وجات حرب 67 كنت انا لسه في كلية خلصت وتخرجت من 67 كان اللي هو حسن سليم اخويا برضو كان يتخرج من معهد العالي للقطن في اسكندرية وكان مقيم في اسكندرية ويتجند في القوات البحرية كان بقى كل بيت اياميها يا سيد شريف فيه مش اتنين اتنين وثلاثة واربعة من اسرة واحدة بتخدم في القوات المسلحة فبقى اللي هو مصطفى سليم كان في القوات الجوية وصل لغاية قائد الورش وقائد الفرق القوات الجوية مركبات القوات الجوية اللي هو حسن سليم كان في البحرية وكان من قوات البحرية اللي موجودة اسماعيل سليم كان خدمات طبية والوحيد اللي ما بقاش ظابط بقيت جندي عشان خاطر كنت انا براعي الاسرة والكلام ده لانا اللي بقين في الجيش اللي هو بكر سليم هو بقى ده اللي خد ايه الخطة وهو اول مداخل كلها الحربية صفروه السوداء حضرتك طيب فيه مداخلة الفنية اوي اوي اهلا يا كابتل احمد السيد شريف ازاي حضرتك افندي الله يحفوظك اكبر حضرتك ايه ما مست على دفك الكبير طبعا الدكتور الكبير دكتور اسماعيل سليم منور الدنيا طبعا تاريك كبير خطة ثلاث ناري الزمالك ده كابتل احمد صلاح مدرب حراس اهلا ده كابتل احمد ازاي ازاي حضرتك دكتور وحيشنا كتير والله دكتور الحمد لله يا حبيبي ربنا معاك وكريمك ان شاء الله مع الاجيال دي والله دكتور خضيك منورنا منور دايما ناري الزمالك وتاريك كبير طبعا سواء طبعا في مجلس الادارة كناب ايس النادي او عدو مجلس الادارة فدايما منورنا طبعا ربنا يبارك فيك يا حمد ما تشكر اوى حبيبي ربنا يخلل حضرتك وان شاء الله بإذن الله الزمالك ان شاء الله الله النهاردة يكسب التراكي يا رب يا رب اذن الله فأنا حاجة في اول رجع الساعة ان احنا نعمل الدفاعات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشكرين يا حبيبي تشكرين يا كابتن احبب تفضل يا كابتن احنا برضو انت متطرقتش لأسرتك قوات المسلح اللي هو باكر اسليم راح فهم السودان انت لو تفتكر ايام كان بيتضرب عمق مصر كان بيتضرب قوات الاسلح بتيجي الطيرات بيتضرب اي حتة في مصر لانه ما كانش فيه دفاع جو ايه فنقلوا الكلية الحربية السودان وراح هو قاعد في السودان هناك لغاية ما اتخرج من الكلية الحربية دخل بقى ملازم اول اشارة خدم مع مين مع الله يرحمه سمير زاهر في الاشارة ايه وراح على الجبهة وقت الحرب ايه فبقنا احنا اربعة من اسرة واحدة في حرب تلاتة وسبعين ولنا الشرف نقولناه في هذه الحرب حرب تلاتة وسبعين ان الاسرة دي بالنسبة الاسرة انا بعد كده اه بعد ما اتخرجت بعد ما اتلقت من الجيش سنة اربعة وسبعين اه وحدوتك دخلت الجيش كنت من تسعة وستين لأربعة وسبعين يعني حدفت حرب تلاتة وسبعين اما ليه اه انا بقولك لأربعة اخوات في حرب اه كلنا يعني اللي هو مصطفى كان في مطارة محمد والضرب ويعيني وربنا سطرق اه في تلاتة وسبعين تلاتة وسبعين والضرب قبل كده في سبعة وستين الحمد لله رب العالمين يعني انا بقصد لك اللي هو بكري كان في سينة عدى في سينة واحنا كنا خدمات طبية وبنخدم في الخدمات الطبية و فعشان كده بقولك اللي هو حسن كان في البحرية كله شارك في تلاتة وسبعين وعلى فكرة مالية زملاء شهداء في تلاتة وسبعين كانوا بالعب معايا باسكت الشهيد مبارك عبد المتجلي وده كان في الصغرى واستوشت في الصغرى كان من رجال الصعقة المحترمين والشهيد سامير عبد الله كان من قوات المهندسين وده من اللي عبروا في اول موجة وكان من اللي هما الالغام والحاجات دي واستوشت بردو وفي ناس كتير جدا من الرياضيين شاركوا تماما في حرب تلاتة وسبعين رغم ان هما في سبعة وستين حملوا الرياضة ناكسة سبعة وستين بس الرياضيين بقى شاركوا باللعب والفكر والمجهود واحنا من ضمن خطة الخداع ان يرجع الرياضة في القوات المسلحة تمويه على اسرائيل انه مفيش حرب واحنا كنا بنشتغل هذا الموضوع واحنا منعرفش في حرب ولا لا بالنسبة ليا بقى انا اتجوز سنة ستة وسبعين اتجوزت يعني دكتورة الله يرحمها ومن قيلة محترمة جدا جدا من المينيا من قيلة جلال في المينيا ودي برضو جت عن طريق معارف وتقابلنا وربنا قرم حصل توافق وبعدين خلفت بنتين دينا خلفتها سنة ستة وسبعين وانجي خلفتها سنة سبعة وسبعين انجي عندها حفيدين ما شاء الله ليا عمر سليم وعلي سليم علي الكبير وعمر الصغير والاثنين ما شاء الله ربنا يديهم من الصحة والعافية وربنا يباركلي في دينا وانجي لانه هما سندي دلوقتي فعلا يعني ربنا يحمر الله يعني باختصار دي الرحلة طبعا هما كانوا معايا من كل حتة روح يعني روحت السعودية معايا روحت الامارات معايا روحت الكويت حصل ان ايه يعني كان لازم اروح لوحدي عشان كانوا هما في المدرسة بس كنت بقى عمل ايه بقى صد شريف خميس وجمعة في مصر من الكويت لمصر اه اه اي يومين تلاتة راحة بس تأزم على حسابي مش على حساب النادي يعني بقول له انا نازل اروح جاي اشوفهم اطمئل عليهم لانه والدتهم واثنين بنات كانوا داخلين في الجامعة والكلام فالحمد الله رب العالمين يعني رحلة احمد الله عليها الايلة بتاعتي بقى اللي هي عائلة السليم والفرحان من فقوس احنا الفرحان دول من الاشراف اللي هي والدتي من الاشراف الحمد الله رب العالمين والواحد بيفتخر بفقوس واهالي فقوس طبعا احياتنا لحل الشرقية كلها لا والله يعني انت عارف وانت بطين بتاعك ده وتخرج واهلك وازوتك طبعا فالحمد الله رب العالمين والدي كان من جزيرة السعود في الحسينية لو تعرف جزيرة السعود في الحسينية واسمها سعود يمكن على السعودية ولا لا لان كان فيها عرب كتير في الوقت ده ده يعني المجمل طبعا ربنا يبارك في الموجودين من اخواتي دلوقتي عندي ثلاث بنات ملك ورفاهية وهالة وعندي ثلاث ولاد غير اللي هو بكر سليم ما شاء الله ربنا دمه السحة المدير التنفيذي لنادي مصر المقصة عيرا والأستاذ سروت سليم اعتزل اللعبة دلوقت وكان في قطر ورجع والكابتن طارق سليم المدير الفني الحالي لنادي زمالك الكرة السلة وعلى فكرة كان الزمالك في كرة السلة وده اخر العنقود في 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 الاسرة يعني طب كابتن بكر سليم يعني من زمان نسمع عليه في المقصة بس يعني اغلبية لعب المقصة بيروح الاهلي نا انا انا اقول لك اقول لك مش بيروح الاهلي ولا الزمالك لا بالعكس ده كان في صفقة السنادي من المقصة للزمالك اللي هو مين انطونيو ده ولا انطوار جون انطوار اللي راح برمس راح برمس بعد ما اتدفع المبلغ والراجل راح لهم وخلاص ما عرفش حصل اختلاف ايه راحوا راجعين في الموضوع وراح برمس واخدوا فانا بقصد انه هو مش مقصود الاهلي او الزمالك بس انا عارف فلسفة اللي هو محمد عبد السلام وده فلسفة اخترم جدا هو شركة النهاردة شركة تشغل في الاوراق المالية ايه يا بو فهو عنده ازا يكسب من الاصول اللي عندي فالنهاردة ما شاء الله يعني لما تيجي تبص على الاصول عملت ايه فعلا بياخد الحاجة النهاردة بمبلغ قليل وبيرجع يعيد تصديرها او بيحها بمبالغ بمليئين فده فكر يحسب للمقص ويحسب برضه لمجلس دارة المقصة اللي هو النادي يعني وطبعا بحي اللي هو محمد عبد السلام على هذه السياسة وبحييه على الفكر وبحيي برضه اللي هو بكر اخويا كراجل تمتيزي وهو صاحب فكرة هو اللي جاب نادي في الفيوم خدوا نادي في الفيوم وقلبوه بقى اسمه نادي مصر ده النهاردة ما شاء الله نادي مصر المقصة النهاردة جميع اهل الفيوم بيشجعوا مصر المقصة مين اللي جاي معاه والده والده هيمشي ورا مين ورا ابنه فبقى انت عمالك الشعبية من خلال الاكاديميات ديا وده مشروع يعني يستحق كل تخدير لنادي مصر المقصة في هذا الموضوع نادي ما عندوش الجماهيرية بيعمل جماهيرية من خلال الاكاديميات عكس نادي الزمالك عنده جماهيرية فانا متروح يعمل اي نادي زمالك يقول لك اهل زمالك انما نادي المقصة فبيعمل ايه يجلب اعضاء جديدة ومشجعين جديد وهو اظن بيفكره كمان ينقله على افريقيا بالفكر ده يعني انا بقصد نادي مصر المقصة بالقيادة طب يقول لي في اليربيز دلوقتي واحد صفر للترجل ايه واحد صفر للترجل من ضربة جزاء وبعدين ربنا كامل ده كم دقيقة كم دقيقة خمس دقيقة خمس دقيقة ده ربنا يسطرها ربنا يسطرها طيب نواكب الحدث ونحكي في ماتش الترجل شوية غيرتما نشوف الامور هترسى والله ماتش الترجل ده ماتش عصاب وماتش تكتيك اكتر ما هو لعب وجري انما هو تفكير ومح وده العب الاساسي يخع على اتنين تلاتة المدير الفني ومساعدين والقيادة اللي في الملعب ان القيادة اللي في الملعب لازم تبقى صاحية وما تخليش اللعيبة تخرج وتفك من الحدث اللي هي فيه وده دايما تلاقي ده بصح ده وده فالاتنين مع بعض هما اللي وصلون البر الامان نهارد خاصة المباراة دلوقتي ما يبيجي الجول في اول خمس ده دي موضوع صعب بس ممكن يكون سلوح زوح الدنيا يا كابتن لا انا انا بقصد موضوع صعب انت بتلعب على ارضه وجماهيره وتشجيع فعايزة حنكة من المدير الفني ومن القائد اللي في الملعب وانت عندك قيادة في الملعب حلوة عندك طارق حامد عندك كساسي عندك بن شرقي انا بتكلم على اللي عندهم ايه الحنكة اه يعني ما شاء الله في يا رب ان شاء الله ما نفقدش اعصابنا وانا اعتقد ان اكيد المدرب ايل هذا الكلام يعني قبل ما ينزله يعني بس هل المدرب كان حاطت في حزبان السيناريو ده ان ييجي فيه جون في اول خلال داي بس هو اكيد ما امن النحية الدفاعية فعلى آلف او ربا ساعة خاصة ان انت خزبان ثلاثة واحد يعني النهار ده عشان هو يكسبك لازم تننسى اه لازم اتنن صف يعني انت لو جبت جول هتبقى المشكلة صعبة جدا عليه مشكلة صعبة جدا لازم يكسبك اربعة اه ولا ممكن ثلاثة واحدة اه يعني ثلاثة واحدة انما انا بتكلم بتصعب الموضوع طب هل حضرتك شايف دفاع الزمالك هيستحمل زي ما هما بيقولوا خمسة وتمانين دقيقة طبعا اكيد الترجع هيهجب على الزمالك هل دفاع الزمالك هيستوعب الضغط الجامد اللي عليه ده هو مش دفاع الزمالك هو رد فعل الزمالك للموضوع يعني انت بتهاجم الترجع بيهاجم لو انت عرفت تستغل هجمة سريعة مرتدة على الترجع تقلب موزين المباراة يعني انت لو جبت هدف دلوقتي في الوسط الهيسة والكلام ده الوضع اختلف خالص الوضع اختلف خالص انما دفاع الزمالك عايز حنقة اللي انا بتكلم عليها مش دب دب لا عايزة ناس تفكر حارس مرمى يبقى روزين وهادي ويهد اللعب ومش عارف ايه هم بيمتازوا في الحتة دي عندنا عندهم خبرة في الحتة دي التوانسة ايو ايو بيستخدموها استخدام فضيع ازاي خليك تخرج عن شعورك سواء بالبرود اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي او بالقصارة من تحت لتحت ودي خبرة المطلوب من الزمالك في الوقت الحال انه هو لازم يجيب جول والله هو مش لازم لو ما قدرش يجيب جول ما يدخلش في جول لا بس انت يعني صعب يا كابت ما انا بقول لسيادتك يعني يستحمل 85 دية من الضغط لا ما هو انت برضو ما انا قلت يعني فلتة كده ان شاء الله رب بنبعث لنا حاجة كده هو مين المهاجم الزمالك النهاردة مصطفى محمد مصطفى محمد طيما هو معا مين اهو اكيد بن شرق بيلعبه ساسي بيلعبه اهو بن شرق بيلعبه ساسي بيلعب كاسونجا بيلعب ولا نعفل احتياط كاسونجا اه طيب كنا سمعين في المطش اللي فات ان حازم امام عنده اصابة هل هو النهاردة دفع بحازم امام ولا مين بحازم امام حازم امام وعبد الشافي طبعا ومحمود علاء والوينش طيب هما جماعة حلوة او طيب هتحط مين ما كان حازم امام مش مين كان المفترض ان هو يلعب خمس النهاردة مدافعي ايا كان دي حاجة ترجع له انما انا بتكلم هو سليم وهو بيلعب ولا ما هوش سليم المطش اللي فات قاله عليهم السليم انا بقصد النهاردة وهو بيلعب جاهز ولا بلعب وهو مش جاهز المطش زي ده عاوز خبرة وجاهزان والخبرة موجودة والوينش واسمو اي ده ومحمود علاء ما شاء الله عليهم يعني بقى لهم كم ماتش لعبين ماتشات عالية جدا طيب نشكر حضرتك يا كابت نسمعين ونلتقي في لقاءات اخرى وسعيدنا بكم ونرجو ان نكون قادة اسعدنا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة